مشاهدين وردنا هذا الخبر العاجل إذ استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مفاوض لاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية بمشاركة السفير كريستين بيرغر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على المكان الهام الذي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسسته في إطار السياسة المصرية التي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك وذلك على خلفية كون أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر فضلا عن الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتين متوسط اشتراك الاتحاد الأوروبي في عملية التنمية التي تشهدها مختلف القطاعات في مصر ومعربا سيادته في هذا الإطار عن التطلع لاستمرار التواصل الناشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة من جانبه أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مثمنا العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر ومؤكدا اهتمام الجانب الأوروبي بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية مع مصر بالنظر إلى تشارك الجانبين في الجوار الأقليمية المتوسطية في ظل الثقة السياسية التي تتمتع به مصر دوليا وإقليميا بقيادة السيد الرئيس أكونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي ومحور صون الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية أو التنموية حيث تم الأعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين وتأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة كما تترق الاجتماع إلى تناول تطورات القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتدعياتها الاقتصادية على المستوى العالمي خاصة في مجالات التاقة والغذاء كما تم تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأسبو للتنسيق المشترك في الفترة القادمة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه جهود تحسين الأحوال المعيشية والخدمية في قطاع غزة تكاملا مع المبادرة المصرية لإعادة الإعمار كما تم التباحث حول مستجدات الأوضاع في ليبيا حيث تم التوافق على أهمية الأسرع في مصاري عقد الانتخابات حيث أكد السيد الرئيس في هذا الإطار على أهمية إنهاء تواجد الميليشيات المسلحة الجماعات المتطرفة داخل ليبيا والتي تقود فرص تحقيق الاستقرار والسلام وأضف المتحدث الرسمي أن المفاوضة الأوروبي أشهد بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية مؤكدا تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود ووقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016 خاصة أن مصر تستديف أكثر من 6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة يتم التعاون بكافة الحقوق الأساسية وهو ما يعد نموذجا ناجحا في المنطقة وفي هذا الصدد تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس كما تم خلال اللقاء تناول قضية سد النهضة حيث أكد السيد الرئيس للمفاوض الأوروبي أهمية تلك القضية الوجودية بالنسبة لمصر وشعبها مشددا سيادته على الموقف المصري الثابت في التوصل إلى تفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولي ذو الصلة في هذا الشأن اشتركوا في القناة